رجل جزائري يستعيد البصر في المسجد يثير الدهشة فقد شاهد أحد المساجد بولاية التيارة الجزائرية في أيام عيد الأضحى معجزة أو حادثة غريبة أثارت الجدل وتم توثيق هذه الحادثة من طرف المصلين ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتداوله الصفحات ووسائل الإعلام بشكل كبير جدا وأظهر مقطع الفيديو استعادة جزائري يدعى أحمد قادري لبصره بعد عامين من فقدانه وذلك خلال تأديته لصلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بولاية التيارة وانتشر مقطع الفيديو للمصلي الجزائري عقب عودة بصره على مواقع التواصل الاجتماعي إذ وصفوا ذلك بالمعجزة الإلهية وقال قادري في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية أعاد الله بصري في اليوم الثاني من عيد الأضحى داخل المسجد بعد أن فقدت الآمل في الشفاء مستطردا في تلك اللحظة شعرت بصدمة كبيرة لأنني لم أكن أتوقع أن أرى شيئا بدأت أفحص رؤيتي بتحريك العينين وتحريك الرأس لكن الصورة كانت واضحة أنا لا أستطيع تصديق ما يحدث فقد استعادت عيناي البصر بشكل مفاجأ داخل المسجد وهذا لا يمكن وصفه بكلمات وقال قادري في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية هذا الله بصري في اليوم الثاني من العيد الأضحى داخل المسجد بعد أن فقدت الأمل في الشفاء مستطردا في تلك اللحظة شعرت بصدمة كبيرة لأنني لم أتوقع أن أرى شيئا بدأت أفحص رؤيتي بتحريك العينين وتحريك الرأس لكن الصورة كانت واضحة أنا لا أستطيع تصديق ما يحدث فقد استعادت عيناي البصر بشكل مفاجأ داخل المسجد وهذا شيئا لا يمكن وصفه بكلمات كفيف يستعيد بصره بعد سنتين من الاعتماد على الآخرين وواصل قادري أنه كان قد فقد الأمل في استعادة بصره بعد سنتين من الاعتماد على الآخرين في حياته اليومية معربا عن شكره العميق لله وعن تقديره للحظة العظيمة التي عاشها داخل المسجد واصفا إياها بأنها معجزة حقيقية وهبة من الله وأتم حديثه للقناة الجزائرية كنت قد حذرت نفسي لأداء صلاتي بشكل عادي جئت إلى المسجد مشيا وجلست في مكاني انتظار لصلاة المغرب وفي أثناء قيامي بالتسبيح على المسبحة في انتظار الآذان شعرت بتفاؤل وأمل عندما رفع الآذان قمت ووقفت مع المصلين ورفعت يدي وقلت الله يفرج ثم كبرت بعد الإيمان وبدأت في لحظة أداء الصلاة ثم كبرت بعد الإيمان وبدأت في أداء الصلاة وفي الركعة الثالثة عندما قمت في من السجود فتحت عيني بصورة طبيعية وشاهدت الأرضي الصفراء وهي لون السجادة المسجد وتابع عندما انتهى المصلون من صلاة المغرب سألني أحدهم ما الذي بك فأخبرته أنني بدأت أرى مرة أخرى إخواني في الله أحتاج عشر ثواني فقط من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشر مرات الآن قد فزت بثواب بسم الله لنبدأ الفيديو حبس حبس كما رك خويا العزيز متخافش ما رحش نكثر عليك الهضرة بزيف رك حب تتفرج سيري ولا أفلام ومشكل انه ما عندك شكلت الله يهديك خو كرهت مصراقين وتكذابين على بالي ثقة والضمان اللي كنت تتحوس عليهم ريحت القام في هذه الصفحة جولد بيزنس استمتع بمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات بأسعار جيد جميلة وبسعر ربعين الف فقط للحساب ومتعدد الشاشات إن عمكي ما سمعتني ومتوفر البيع بالجمله وبسعر جيد جميل ونزيدك رح فيها ضمان طول مدة الاشتراك وشركت السنة تواصل مع صفحة جولد بيزنس الآن تجد الرابط أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر